إنجاز جديد لمشاركين بالعملية السياسية الحالية في العراق يضاف إلى سجل إنجازاتهم المدمرة لمستقبل الحياة السياسية في البلاد مجلس النواب يصوت بالموافقة على تعديل جديد على قانون الانتخابات البرلمانية بحيث يتيح لحملة الشهالة العدادية الدخول تحت قبة البرلمان ولم يكتف التعديل الجديد بدخول حملة العدادية إلى البرلمان بل تجاوز ذلك إلى فرض كودة نيابية خاصة بهم القانون وفق صيغته الأخيرة يشتريط أن يكون 20% من أعضاء البرلمان من حملة الشهالة العدادية أو ما يعادلها بدلا من النص القديم الذي كان يشتريط حصول المرشح على شهالة البكالاريوس أو ما يعادلها للترشح للانتخابات تعديل من شأنه بحسب مراقبين أن يزيد من نسبة غير المؤهلين تحت قبة البرلمان فكيف يتسنى لمثل هذا المجلس أن يناقش شؤون الدولة وتشريع قوانينها وبحث الحلول لمشكلاتها وتقييم أداء حكوماتها وسياساتها الداخلية والخارجية اللافت أنه حتى مع الصيغة القديمة للقانون فإن العديد من النواب وغيرهم سعوا للحصول على شهالات جامعية عن طريق الرشوة أو الابتزاز واستغلال النفوذ من أجل ضمان مقعد لهم في البرلمان إلا أنه مع التعديل الأخير ضمن أمثال هؤلاء مقعدا دون عناء التزوير والرشوة لتستمر مسيرة الفساد السياسي في العراق نحو مزيد من التحكم في مقدرات العراق في حين يعتقل أصحاب الرأي من حملة الشهادات العليا ويزجنون لا لشيء سوى أنهم انتقدوا تفشي الفساد وتحكم الفسدين في حاضر ومستقبل وطنهم